صدق او لا تصدق اعظم سائقي سيارات في العالم سيدة وليس رجل نعم هذا صحيح تماما فاليك قصة صعود امرأة الى قمة عالم سباقات سيارات في العالم التي كان يهيمن عليها الرجال فقط اليوم ستتعرف على ميشيل موتون ملكة السرعة لقد صنعت التاريخ بعد بارها المرأة الاولى والوحيدة التي تفوز بجولات بطولة العالم للرائلات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات كما انها كانت اخر امرأة تتنافس في هذا المستوى من الرائلات مما عزز سمعتها كواحدة من اعظم سائقي رياضة السيارات على الاطلاق ولدت ميشيل في الثالث والعشرين من يونيو من عام 1951 في مدينة جرازة على شاطئ الريفيرا الفرنسية وكانت تستمتع بسباق السيارات السريعة منذ صغرها وقد انتقل لها هذا الحب من وليدها الذي عشق السيارات منذ صغره ولكنه لم يحقق طموحه بسبب اسره في الحرب العالمية الثانية لمدة خمس سنوات مما دفع ميشيل لمحاولة تحقيق حلم والدها في نفسها اجتهدت ميشيل في دراستها ووصلت الى كلية الحقوق ولكنها لم تنسى شغفها بسيارات الذي بدأ منذ ان كان عمرها 14 عاما عندما تعلمت قيادة السيارة والدها من نوع ستروين 2CV حول الريفيرا الفرنسية وتعرفت في عام 1972 على سائق سباقات ايطالية يدعى جون تيبي والذي دعاها الى رالي كورسيكا كمتفرجة قبل ان تبدأ بالمشاركة معه كملاحة في رايلات اخرى حيث طلب منها صديقها جون ان تتدرب معه في سباق تور دي كورس وبعد هذه التجربة اصبحت السائق المساعدة الرسمية له وكانت وظيفتها هي شرح مسار السباق للسائق الاساسية ولكن وليدها لم يعجبه مشاركتها في السباقات مع صديقها فقرر شراء سيارة خاصة لها بمدخراته واختار لها النوع الشائع في سباقات الرائلات في هذا الوقت وهو نوع الباين اي 110 وخلال اول المواسم التي شاركت ميشيل فيها بالسباقات في عام 1973 جاءت في المركز الثامن لتنتقل سريعا في عام 1974 الى بطولات الرائل العالمية وتنتزع المركز الثاني عشر لتتوجه بسهولة بعد ذلك لتحرز لقب السيدات في البطولتين الاوروبية والفرنسية وفي عام 1975 جمعت ميشيل فريق النساء وانضمت الى نوع جديد من السباقات في مدينة لومان يعرف باسم سباق الحلبات وفازت هي وفرقها بالذهبية في بطولة لومان ثم حصلت بعدها على رعاية شركة الف الفرنسية للنفطة لتنتقل الى راليات المحترفين لتتمكن بعدها من تحقيق المركز الاول في سباق لومان ضمن فئتها وهنا بدأ اسمها يلمع لدرجة ازعجت قرانها من الرجال وفي عام 1977 عرضت عليها شركة فيات الانضمام الى ثريق الرل الخاص بها وبالفعل اشتركت ميشيل في كثير من البطولة لمدة ثلاث سنوات مع هذه الشركة ولكنها كانت تحصل على المركز الخامس نتيجة لكبر حجم السيارة التي كانت تقودها والتي لم تكن مريحة بالنسبة لميشيل ولكنها استطاعت بعد ذلك بالفوز في احداث مهمة للغاية منها اولا عدة جولات في بطولة العالم للرائلات WRC بين عامي 1981 و 1982 ثانيا حصلت على المركز الاول في سباق باي كيسبك بامريكا وكانت اول امرأة تحصل على المركز الاول في تلك المسابقة بالاضافة الى انها حطمت الرقم القياسي في كل الدورات السابقة لتلك المسابقة بمقدار 13 ثانية ومن هنا حصلت على لقب ملكة الجبل ثالثا شاركت فيراليات داخل المانيا وفازت بها لتحصل على لقب اخر وهو البركان الاسود ويعتبر ابرز انجاز لميشيل واحتلالها المركز الثاني في بطولة العالم للراليات علمتني سيارة اودي متفوقة على سائقين عظماء من تلك الحقبة علما انها لا تزال اخر امرأة شاركت في هذه البطولة التي تصنف اهم بطولة راليات في العالم وفي عام 1986 اعلنت ميشيل تقاعدها كسائقة في سباقات الرالي ولكن بعد عامين من التقاعد وفي عام 1988 شاركت ميشيل في تأسيس حدث مهم وهو السباق الابطال لتكريم الراحل هنري تيفونين والاحتفال بالذكر العاشرة للمؤتمر العالمي لاتصالات الراديو ومنذ ذلك الحين واصبح هذا السباق يقام كل عام لتتوقف بعدها عن المشاركة في السباقات المختلفة وتشرف على بطولة العالم للراليات كما اصبحت رئيسة مبادرة المرأة ورياضة سيارات التابعة للاتحاد الاوروبي للسيارات في عام 2010 كما اهتمت بتعليم السيدات كل ما يخص السيارات بداية من تركيبها وصيانتها وصولا الى قيادتها وفي عام 2011 تم منح موتون ويسام جوقة الشرف من قبل الرئيس الفرنسي وبذلك حققت ما لم تحققه اي امرأة قبلها او بعدها حتى الان في عالم السيارات ما ساعد في دعم المرأة وتفعيل تواجدها في عالم رياضة السيارات الامر الذي يعزز نمو الفكر الجديد الطامح لدور اكبر للمرأة ليس فقط على مستوى رياضة السيارات بل على نطاق اوسع واشمل اذا اعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا او الاعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف اسفل الفيديو اشتركوا في القناة